تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية فشمل برعايته الكريمة الحفلة الختامية للنسخة الرابعة من مسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي الحفلة أقيم تحت شعار مستقبل مرن الابتكار من أجل المياه والطاقة والمناخ بتنظيم من كلية البحرين التقنية بولي تيكنيك البحرين بالتعاون مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبشراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت والمؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط بدعم من موهب الأمل لذراع إدارة المواهب ورأس المال البشري لصندوق الأمل بقاعة البحرين بحرم بولي تيكنيك بمدينة عيسى بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن السمرارة هذه المسابقة للنسخة الرابعة يؤكد تحقيقها الأهداف التي من شأنها إبراز القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الطلبة في مجال الذكاء الصناعي ماري بن سموه عن اعتزازه وفخره بهذا التجمع العلمي الذي سيكون له الأثر الإيجابي في تطور وارتقاء الحركة العلمية في مملكتنا الغالية وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة جهودنا مستمرة في دعم الحركة التعليمية من خلال المبادرات التي نطلقها لتنفيذ التوجيهات الملكية من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لأن نهضي بالتعليم على الشكل الذي يرفع من كفاءة الشباب وينمي قدراتهم ليكونوا قادرين على العفاء والمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تطلقها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي وليل عهدنا بالقائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بما يحقق مزيدا من الرفعة والتقدم لوطننا العزيزة وأوضح سموه قائلا حرصنا من خلال إقامة مسابقتنا للابتكار في الذكاء الصناعي على تنفيذ الأهداف التي تتوافق مع رؤية البحرين 2030 التي ترتكز على دعم وتشجيع الطلبة والطالبات لاكتساب المفاهيم العلمية الجديدة والوسائل التقنية الحديثة التي تنمي مستوياتهم وترفع من قدراتهم من أجل تكوين جيل شبابي يمتلك الأدوات العلمية المتطورة ليكون قادرا على الابتكار والمشاركة في تحقيق المزيد من المنجزات الحضارية وختم اسمو الشيخ خالد بن حمد حديثة بتهنية المدارس والجامعات الفائزة بالمسابقة متمنيا حظا أو فراء لبقية المشاركين في المشاركات القادمة واشهد سموهم بالجهود المتميزة التي بذلتها بولي تيكنيك البحرين في الأعداد للمسابقة والتنظيم لهذا الحفلة كما توجه بالشكر إلى جميع الجهات المتعاونة والداعمة وإلى الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في الأعداد والتحضير لإقامة النسخة الرابعة من هذه المسابقة من جانبهم تقدم سعادة بل من جانبه تقدم سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس مجلس منا بولي تيكنيك البحرين بجزيل الشكر والتقدير لرعي الحفل سمو الشيخ خالد بن حمد على تشريفه الحفلة ودعمه المستمر لبولي تيكنيك البحرين في الختام قام سعادة المهندسة بتسليم هدية تذكرية لسمو الشيخ خالد بن حمد ثم قام سموه بجولة في المعرض اطلع خلالها على ما قدمه المشاركون من ابتكارات حيث تبادل سموه مع المشاركين على حديثة حول هذه المشاركة ومدى الاستفادة التي حققها التي ستنعكس على رفع التحصيل العلمية